تشارك كل من هيئة شرقة للإستمار والتطوير شروق وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للمرة السادسة على التوالي في نسخة الأحداث من معرض ومؤتمر سوق السفر العربي بدبي الذي ينطلق غدا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي ويعد الملتقى الحادث الأول لصناعة السفر والسياحة في المنطقة حيث تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي اليوم حيث ينظم المعرض في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارضة على مدى أربعة أيام بمشاركة 2800 عارض من مختلف أنحاء العالم وأربعة وستين جناح دولة هذا وكشفت شروق أن ستعرض من خلال منصتها مشاريعها ووجهتها السياحية وترفيية عالمية المستوى سواء تلك القائمة أو المستقبلية كما ستكشف هيئة الانماء في من حملة الشارقة وجهة العائلية